العبد الموفق هو الذي يجعل حياته كلها كأنها شهر رمضان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويكثر من طاعة الله جل وعلا فإذا حان وقت وفاته كان وقت فطره كما قال الشاعر أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك صل على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم